السلام عليكم أخوتي كي العادة إخواني الرياضيين المحشاق الكورة القادم اليوم نتكلمو أو لفت الحلقة قد نتكلمو على مباراة برشلونة وكيف جير الماتش مع ألميريا صراحة مباراة فهو صعب بشقل أنفس لفريق كبرشلونة على متديل الترتيب ألميريا مباراة صراحة في بدايتها كنا نظن أن العديد كنك يعتقد أنه رغم الصعوبة التي يمر بها فريق برشلونة كنا كنا نقولوا باللي يقدر برشلونة يفوز بربعات الأهداف أو أكثر يعني بحثة تقيلة ليش؟ علاش؟ لأنه تفادياً للنتائج اللي حصلت عليها البارسة خاصة في الأوينة الأخيرة البارسة فريق يعاني صراحة بين فرد المباراة من بزفد المشاكيل خاصة المشاكيل الدفاعية مشاكيل الدفاعية كاريتية لما يمكن لأي فريق كبير بحال برشلونة يطع فيها في اليوم عاد تأكدنا وعرفنا باللي أن فريق برشلونة ماشي المشكلة دياله في تشافي لأن بزف ديال الجمهور خاصة عشق فريق برشلونة كي يطالب بالرحيل ديال تشافي وكيقول باللي المشكيل كين في تشافي المدرب ولكن أني كتتفرج في المباراة وفي الطريقة باش كيلعبوا اللاعبين فريق برشلونة كتقد تسأل وكتقولوا واش هدا فريق البارسة أو اللاعبين ديالشي فريق آخر لأن الطريقة باش تلعبت الكورة خاصة كما قلنا في الدفاع كاريتي بمعنى الكلمة أخطاء من أنصاف الفوراس يعني أخطاء كاريتي بما فمش كريستينسان اليوم ما كاشف نهاره بتاعة صراحة واشفنا الخطأ ديال أروخه مع الحارس مكان لمهاجين مكان لراقيب مكان تشي واحد اللي يعني غي نفسه مع الكورة بسهولة كورا مزوز الحارس مع رشيد خل مدافع حتى هو معه أعطاوا كورا بواحد سهولة خاصة من المواجه من السجل الهدف دير ألمرية تعادل الثاني لو لا الكابيتانو الكابيتان الرقم واحد في برشلونة اللي هو سيرجي روبرتو اليوم اليوم سيرجي روبرتو أداء وبلاء البلاء الحسن اللي هو اللي يعطاوا نفس تشافي هيرنانديز باش يتمتع باش على الأقل يتنفسه عضاء لأن لو لا الكابيتانو لو لا سيرجي روبرتو اليوم اللي قاب دور البطل اللي يتقلق في المباراة ويسجل هدفين وضرب كورا على العريضة لو ربما البرشا كانت على الأقل اللي سيتتعادل في المباراة لأن كما قلنا مسوا ضعيف من الفريق كفريق برشا هنا أول حاجة كما قلنا الكارثة الدفاعية ثاني حاجة لهجوم ثاني لهجوم كي يعاني لأن لابقنا نضروع لتشافي كمدريب يمكن ربما الخطة والتوضيف ديال اللاعبين وقراءة الخاسم وما إلى ذلك حتى هي كتلعب واحد دور ديالها في منظومة اللاعب خاصة في الفريق ولكن إلا جينا نحلو كما قلنا المباراة واللاعبين على كل واحد فليفا اللي ربما واش الكورة مخاصمة معها واش ما بغاتش الكورة تمشي معها ما فهمنا اش عنه صراحة موضوع التساؤل اللي ليفا كي يعفرص بالجملة فرص اللي كتدرنتها ربما كتغمض عيني كتقول هدف ولكن سرعان ما إما كتدرب الحارس يعني كيشبدة الحارس إما كتدربها بشي طريقة اللي ما كتكون شيئا باش متخشل الشبدة وكي مشلنا فرصة لذز محدى يعني بزاف ديال الفرص إلا بغنا نتروع للفرص الدائعة كما قلنا وحضرنا عليها في الفيديو السابق أن برسلونة المشكلة دياله ليست في المدرب فقط هو المدرب صحيح أنه ربما يكون إلاج مدرب محنك ولكن خصنا صبروا عليه يعني ماشي أي مدرب غادي يجي اليوم وغادي تسلم منه نتائج غدا هذي ما كيناش يعني مدرب إلاجة خصك تصبر عليه وهذا وهذا الأوين هذه البرصة ماشي من المصلحة دياله أنها ترد تشافي ولا غيره باش مثلا تجيب واحد أخر لكي تسلم منه في نهاية الموسم أنه يعطيها ألقاب يعطيها مراكز أو لا تحصل البرصة على مركز جيد خاصة في الليجة وتفوز مثلا بالكأس سوبر أو كأس مالك إسبانيا وتمشي بعيد في الأبطال فلا تنصدروا دارك يعني ما يمكنش ما يمكنش بوحد صعوبة لأن اللاعبين إلا جينا كما قلنا تشوفوا الطينة ديال اللاعبين والأسماء ديال اللاعبين كل واحدة لأحدة فلاعبين كبار لاعبين كبار مثل أراو وخون مثل كوندي كريستين سينكن ودوف الفريق ديالهم كيعطيه وما زال كيعطيه يعني 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 وخافرينكي ديونج وليوم كان معاقب بالإندارات والأبش المباراة وربما الحسنة اللي دارس فرد المارس لأنه ورغم أن فريق ديونج يؤدي بطريقة جيدة إلا أن في الخروج دياله كان هو سبب الدخول سيرجي روبرتو كأساسي في المباراة وأدى بشكل جيد وشكل مطلوب وخلى البارسا تمشي الفوز بعد معاناة كبيرة لأن البارسا كنقول أنا يلي خليت المباراة صعب وهي خليت ألميريات لعبات الشكل هذا ألميريات فينا طريقة لعبات كأن تشوف أتليتيكو مادريد لماذا أتليتيكو مادريد لأن أتليتيكو مادريد هو اللي يجي الدفاع والمرتدات ويفك دفاع الخصوم مرغم أن دفاع الخصوم يكون منظم ولكن ألميريات واجهة دفاع هش والأخطاء البدائية في التمرير لأن ربما تكون كرة عند البارسا بين التمرير والفينة أخرى تجد أن لعب يجي على الكرة بأحد سهولة ويعطيها للخصم المرتد ومرتد خطيرة ومش تقرأ برسا ويجي تلعب معها أي فرق يتمنى لعب مع البارسا لأن النسبة لي مكشوفة ويجي اللعب أمام برسا بسهولة ما هو اللعب أمام بسهولة هو الفرقة دائما ترجع اللور يعني دفاع معظم المباريات التي حققت أو التي قمت فيها تجسل بها تقريبا هم الفرق التي رجعت للور وعرفت لعب المرتد على سبيل المثال تلعب ضد برسا وكانت النتيجة إيجابية من سبيل الفرق الخصم هذا الذي نحتم مع ألميريا هو الرجوع الوراء بتقريبا عشر اللاعبين مع انتظار هجم مرتدة والهجمات المرتدة في ألميريا تحمل خطورة كبيرة على دفاع برسلونة كما قلنا دفاع كاريتي لخلاء المباراة تصعاب على فريق برسلونة برسلونة سالة على الأقل هذه الموسم ومثال هذه السنة قبل العطلة الكريسماس بفوز ثمين وثلاثة نقاط انتظار المباراة للريال مادرد ومارش لجيرونة ومشي أولئة المتحدة الأمريكية لجري مباراة ويدية ومن خلال هذه المباراة هو هدف مادي يعني البرسلونة ستأخذ مقابل على هذا المارش لتلعب ومشي بتشكيل غير هو تبين في المؤتمر الصحفي تبين أن تشافي هيرنانديز قال لهم باللي أنا كنت غاضب جدا ولم أقل كلمات منذ التحاقي ببرسلونة كلمات هذا اليوم يعني الطريقة لتشكيل مع اللاعبين في الفيستير قل لك منهار وصل تشافي هيرنانديز للبرسا معمره تكلم بهذه الطريقة التي تكلم بها مع اللاعبين هذا اليوم وصحيح أنه منحق لأن صراحة أنا لا أحمل مسؤولية كاملة ولكن أحمله تقريبا 50-50 حتى اللاعبين كنشوف هنا لاعبين صراحة شنو أصابهم الله أعلم يضيع فرصة سهلة باش يخلي الدفاع كاريتي باش يخلي خطائك فادي حاف الدفاع يتسجيل عليك البيت يعني هذا لا دخل التشافي فيه يعني المدريب ممكن أنه يلعب بيضيه باش أن البارسا توقف علاج لها لأن المدريب الوظيفة دياله هو أنه يقرأ الفريق الخصم يعني يوجد له يحضر له باش أنه يسجل هداف من الفرص اللي سهلة باش يدافع فربما أمر غريب أمر غريب يقع للاعبي فريق برشلون هذا هو التساؤل الصراحة مع احترامي فريق المريا أدى بشكل كبير رغم أنه يتديل الترتيب تقوني أن المريا لو كان يدي المباريات بهذا الشكل وغير وعلى الموسم أنه يكون في المرتبة العشرة في المرتبة التسعة التامنا على هذا الحساب لأن فريق المريا أدى اليوم بشكل رائع نخرج فرحان للاعبين المريا خرجوا مزيان فرحانين مدرب خرج كذلك راضي على الأداء وسط جمهور فريق برشلون في أرض ملعب برشلون هذا صراحة مباراة كبيرة تعدل المريا رغم أنه يتديل الترتيب المهم تساؤل كيف يبقى المطروح هو كيف هل سيكون تحسن والتحسن يجب أن يبدأ من نفسية اللاعبين لما تغير نفسية اللاعبين أن فرق برشل سيعاني لأن المشكلة ليس في المدرب فقط بالمشكلة في اللاعبين أنفسهم يجب على اللاعبين أن يتقوا ويحاولوا يبردوا الضغط ويحاولوا يتقوا في راسهم باش يأدي كما يريدون وكما يريد جمهور برشلونة على أي المهم جمهور برشلونة تحياتي كنتمنى توفيق جميع الرياضيين جميع جمهور الرياضي بتنسو تدعمونا بلايك سبسكرايب تشاركو في القناة تخليولي الأراء ديلكم في الكمونتير تالله